يمكن أنا انتقدت الحضر شوية ولكن بعد الأداء اللي شفته بتاع أبو جبل حاجة محترمة حتة ضربات الجزاء الورقة اللي بيحطها له دي ممتازة يمكن اللقطة النهاردة اللي جابوها يفتكروها بنعمل أعمال ولا حاجة علشان هو عمال يعمل الفوطة برضه أبو جبل ما يحط الإزازة عادي بيغطيها بالفوطة عليها أبو جبل صحيح بس دي فكرة كويسة قصدي مش عيب ليه انت وانت المدرب هو بنزلك لعيب عادي بيديك ورقة في ايدك ساعات تديها اللعيب بيقولك تعليمات فيها فدي مش مخالفة فانت هلازق له ورقة رقم ستة بيشوت يمين رقم ستة بيشوت شميل رقم مش عايفة برشامة شرعية بالزبط كده برشامة البرشامة شرعية دي شفرة من الحضري اشوف انا انت قط وقلت له احملت الدربية بتاعتك بس دي شطرة منه وحاجة انا بشفتاش مدربين من حراس كتير خبرة برافو عليك خبرة ملعب خبرة ملعب مش خبرة مدرب حراس انا ببعدين لف وراجون ووقف قلت ده بيعمل ايه ده يا حضري انت راح وراجون وداله الإزازة انت فاهمني الحاجات الصغيرة دي تباين لأ عيكي جاي ما هو انت عارفني انا ممكن انقض بس الحلو بقوله حلو عارف بقى كبتا محمد انا بحبك ليه وبحترم الجديد دي عشان حرارك من الناس اللي انتقدت وهاجمت بس انا باد دائم ايه ما كلام الحب مصر كلام الحب منتخم مصر وعايزينه يبقى افضل حاجة في الدنيا انتقد وهاجم يعني من حقك كجمهور وكمحللين وكمترائين حاجة غلص شفتها بقولها طبعا بس حطة على جنب لما تشوف حاجة كويسة حاجة صح فيه ناس بقى تحريب على رأيها في الصحة والغلط يقولك لا لا هو كروش وحش بس المنتخب سيء يعمل احنا وصلنا النهائي